اشتركوا في القناة لك نستعين بدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغذوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذبهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوى ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لهم الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمقون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهقدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ولما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات الله يرسلون صم وقم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البلق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أمدادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأكوا بصورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشافها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يطلب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يبيتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استغى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعد في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبق الزماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الولائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا أذو أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسددوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكم أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما بعكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأاتوا الزكاة وارقعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعطلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبرة إلا على الخاشعين الذين يظلون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجسي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأوجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتم الصوعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسطى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا ودعا لما كل ناس مشربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعقوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على تعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وقفائها وخومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أغنى بالذي هو خير اهبطوا مصران فإن لكم ما سألتم ضربت عليهم الذلة والمستنى وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقهم ورفعنا فاققوا مكر خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للغتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا وتتخذنا هدوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبجل لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارث ولا بكر حوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبجل لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاطع لونها فاطع لونها تصر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبجل لنا ماهي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا بذلون تثير الأرض ولا تسكي الحظ مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم نفسه فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحضي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدث لهم بما فتح الله بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني وإنهم إلا يظلون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لو تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلب الله عهده أم تقولون أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سجئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا عن الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين أحسانا وذي القربى واللتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسبكون بماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشحدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعذوان وإن يأتنكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذيوه في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أسد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن رضي والبينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تغوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا مما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقوا بما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتر به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يساء من عباده فباءوا بغضب من الله وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الثور خذوا ما آتيناكم لقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولئن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ونتجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا الفسنة وما هو بمزحزعه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عهدوا عهدان نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسل من عند الله مصدق لما معه النبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علبوا لمن اشترى ما له بالآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبكم من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأخذ خير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له مرض السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتمدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم غفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصبحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أغلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في غرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وده الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آيا كذلك قال الذين من قولهم مثل قولهم أشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءت من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأبني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجسي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعدك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عبد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتبعينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سبي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم في رب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم سهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة أدخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قلب الملة إبراهيم حنيفا وما كان منا المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هوا في سقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عبدون قرأة حاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكن أعمالكم ونحن له مفلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباق كانوا هودا أو نصرا قل أأنكم أعلم من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن طبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على قبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليديع إيمانكم إن الله بالناس لرغوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا طبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتنون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرا المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرا المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لأن لا يكون للناس عليكم حجا إلا الذين ضلبوا منهم فلا تخشوكم اخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويسكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكون تعلمون فاذكروني أذكركم أشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولأكل لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمرة من شعائل الله فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتنون ما أنزلنا من البينات والغدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتور عليهم وأنتوا برحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفض عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تدري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وغث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنزادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا كذلك يذيهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس فلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنذر الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثر الذي ينعق بما لا يسمع بما لا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا قدوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والتمى ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثن عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمنفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي إسقاط بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القرب واللتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُطِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ بِالْغَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنُثَى بِالْأُنْفَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَلِكَ تَخْفِيكٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تُطِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْطِئِمُ تَرَتَ خَيْرًا لُّوْخَيْرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًا على المتقين فمن بد له بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يودلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفًا أو إثمان فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدتكم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعاب مسكين فمن تطوع خيرًا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضًا أو على سفر فعدتكم من أيام أخر يريد الله بكم اليصر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفق إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختابون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرواهن وابتقوا ما كتب الله لكم وقلوا واشرفوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرواهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقق للناس والحج وليس البر بأن تأكل بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة وشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيصر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فهدية من صياب أو صدقة أو رسوك فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشعر معلومات فمن فرق فيهن الحج فلا رفق ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المسعد الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث وفضوا الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم ناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أسد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعذبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليسد فيها ويولك الحرث والنسر والله لا يعذ الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاك الله والله رؤوفهم بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا فطوات الشيطان إنه لكم عدوكم مبين فإن سلالكم من بعد ما جاءكم الغينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرن إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومؤذرين وأنسل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزوزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن ناصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واللتامى والمساكين والأقربين واللتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو تره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا ومن يغتد منكم عن دينه فيبط وهو كافر فأولئك حكدت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يغضون رحمة الله والله بفوض رحيم يسألونك عن الحمد والميسر قل فيهما إثمهم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اللتاماق الإصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المرسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذان فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث وأمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرط لكم فأتوا حرطكم ألا شئتم وخذبوا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات وتربصوا بأنفسهن ثلاثة تقروا ولا يحلهم أن يكتون ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وضعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسليح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خذتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعت حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أسواجهن إذا طراضوا بينهم المعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكالكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يردعن أولادهن حولين كابلين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدتهم بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن طراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذغون أسواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أدلهن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عردتم به من خطبة النساء أو أثناءكم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا دناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم ترسوهن أتفرد لهن فريضا ومثعوهن على الموسع قدره وعلى المقاتر قدره متاعا من المعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فرستما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكودوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحوض غير إخراج فإن خرجنا فلا دنا عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتو ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله فرضا حسنا وفي ضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من غيارنا وأبنائنا فلما يكتب عليهم القتال فولوا إلى قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يقتسعت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزده بسطة في العلم والجسم والله يطيب ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هار وتحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالت بالجلود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن سرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معاه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت ودنوده قال الذين يظنون أنه ملاق الله ثم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا بجالوت ودنوده قالوا ربنا أفضع علينا صبرا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يساء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله بفضل على العالمين تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك النصر فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتنا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتل ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا سفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع فرسيه السماوات والأرض ولا يغضب حفظهما وهو العلي العظيم لا إتراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاقوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله هو ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاقوط يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خابية على عروسها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى تعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبه قال ففر أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفق من لهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله ربي حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراغ فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ارتضاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة من ربوة أصابها وابل أصابها وابل فأتتك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحفرقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخذنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغبثوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوهي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أمصار إن كبذوا الصدقات فنعماه وإن كفوها وتؤكوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك أباق ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وده الله وما تنفقوا من خير وفإليكم وأنتم لا تؤلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أقلياء من التعفر تعرفهم بسماهم لا يسهلون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سروا على نيتهم فلا هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخططه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحك الله الربى ويرضو بالصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا صالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أذرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذبوا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانتوا أصرة فنظرة إلى ميسر وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدايرتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب والأمن الذي عليه الحق ولا اتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا أو ضعيفا أو لا لا يستطيع أي من له بل للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون ردلين فردل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء من الشهداء أن تطل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أدله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا تركابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق منكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانوا مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي أمن أمانته ولا اتق الله ربه ولا تبتم الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقتلنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجل من قبله ذل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذابه شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنا أم الكتاب وأخر تشابهات فأما الذين في قلوبهم زيدون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أول الألباب ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم طوبوا النار كتأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بطنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلبون وترشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا بأنهم تقاتل في سبيل الله وأفراء كافرين يرون لهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس أفرشاوات من النساء والبنين والقناطير المقنفرة من الذهب والفدرة والخير المصومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده تسه المآبة قل أننفذكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات من تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها وأزوجهم طهرة ورضوالهم من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذروبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانقين والموفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسطة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءت العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاتتمك فقل أسلمت وديهن لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يكفرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين موتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم واردون ذلك بأنهم قالوا لن تمصل النار إلا أياما معبدات وظرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا دمعناه ليوم لا ريب فيه وهم في كل نفس ما كسبت وهم لا يؤلمون قل اللهم مالك الملك تبت الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أو ضياء من المؤمنين ومن يطع ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبتوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفسه ما عملت من خير محطر وما عملت من سوء توتل وأذن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رغوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذبكم الله ويغللت ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحذب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحه وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سبيع علم إذ قالت مرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محطران فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أوثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكر فالأوثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن مالك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هبدي من لك أنت ترية قيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيان صدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربنا من آية لغلاب وقد بلغني الكبر وامرأتي عطيل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وانفر ربك كثيرا وسبتح في العشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفات وطهرت واصطفات على لساء العالمين يا مريم طلقي لربك واصطدي وارفعي مع الرافعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يوشرك بقلمة من رسل المسيح عيسى بن مريم وديها وديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس بالمهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسس لي بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كهو فيكون ويعلمهم الكتاب والحكمة والثوراة والإنجل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئوا الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتطرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الطوراة ولأحل لكم بعض الذي فضل ما عليكم ودئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط المستقيم فلما أحسى عيسى منهم الكفر قال من أخصار إلى الله قال الحواريون نحن أخصار الله أمنا بالله واشهد بأننا مصلمون ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكر إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا كفاق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا كفاق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم مجوره والله لا يحب الظالمين ذلك نثير عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من فراب ثم قال له ترون فيكون الحق من ربك فلا تكون من المنطرين فمن حقك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهر فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم للمسجدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعثنا بعثا أربابا منكم الله فإن تولوا فقل نشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاتون في إبراهيم وما أنزلت الثورات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعطلون ها أنتم هؤلاء حادثتوا فيما لكم به علم فلم تحاتون فلم تحاتون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أسل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلكم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى يغدى الله أن يغتا أحدهم مثل ما أوتيتم أو يحاجنتم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليهم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطان يؤذيه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينان لا يؤذيه إليك إلا ما دلت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزك فيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلقون أنسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحطم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي كونوا عبادا لي من كون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم جلك في بعض إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله بذاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون قال أأقررتم وأخذتم على ذلك الإسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبقون وله أسلم من في السماوات وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يمدعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعفوب والأسباق والأسباق وما أبي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون ومن يبتغ بير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاء أخو البينات والله لا يهدي القوم الضالبين أولئك جزاء أن عليهم معنى الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفض عنهم العذاب ولا هم يغضرون إلا الذين كابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وغفروا فلن يقبل من أحدهم منهم الأرض ذغبا ولو اختذاب أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ونصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إن أول بيت مذع للناس للذي ببكة مباركا واخدا للعالمين فيه آيات بينا ثم قام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حزب البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله سهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عودا وأنتم شهدا وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن كطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرضوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحكم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تغيضت وجوه وتسودت وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم فبرحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلم للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الظلة أي لما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغذي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحابهم مارد فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صد أصابت حوف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بضادة من دونكم لا يأذونكم خبالا ودوا ما عندكم قد بدت البغضاء من أفراههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونكم ولا يحبونكم وتؤومون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنابل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنكم فسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتفقوا لا يضركم كيدهم سيئة إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفسلا والله وليهما وعلى الله فلتوفل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتفقوا ويأتوكم من فورهم هذا هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكفتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أضعفا مضعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا صاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أدر العامين قد خلت من قبلكم صننوا فسيروا في الأرض فانجروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهموا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسستم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقابيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهموا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعه وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين أمنوا إن قطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا المعب بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواه مال وبئسمة والظالمين ولقد صدقتم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراتم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفاعوكم والله هو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعض الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم والطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظلون بالله غير الحق ظل الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يقلون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما كتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضادعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لما غفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضل غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشابرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخضركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فلتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغلل ومن يغلل يأتي بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخة من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم ضردات عند الله والله مصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم نتلعيهم آياته ويزركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصرتم مثليها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأخواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعوا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرعين بما آتهم الله من فضله ويستغشرون بالذين لما الحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستغشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أدر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القر للذين أحسنوا منهم واتقوا أدر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخسوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ردوان الله والله هو فضل عظيم إنما ذلك للشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يدروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حقا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يدروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله يدرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيا سنتقب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذلكم عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الأرور لتبلغون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى دنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تذق للنار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مباديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تطلف الميعادة فاستجاب لهم ربهم أني لا أبيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبعوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وطيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبتل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقصتوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما اثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما بلكت أيمانكم ذلك أدناء لا تعونوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا ترقوا الصفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسرهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسم دؤل القربى واللتاما والمساكين فارزقوهم والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخسى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فالتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال الجثاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حض الأمثيين فإن نساء الفاقصتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص ولأبويه لكل واحد منهما الصدس مما ترك إن كان له ولدا فإن لم يكن له ولد وورثه أبوار فلأمه التلوط فإن كان له إخوة فلأمه الصدس من بعد وصية يوصي بها أودين أباؤكم وأبناؤكم ولهن الرضع مما ترك إن لم يكن لكم ولدا فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك من بعد وصية إن كوصون بها أودين وإن كان رجل يورث تلالة أو امرأة وله أف أو أخ فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصى بها أو بيل غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن سهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتيانها منكم فآدوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجخالة هم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست الثوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم زفار أولئك أعتدنا لكم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينا وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسا أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه ببتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا أرمت عليكم أمحاتكم وبناتكم وأخواتكم وعاماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا دمى عليكم وعلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأخطين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجرهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضا إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينفح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجرهن بالمعروف محصنات غير مسافحات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحسة فعليهن نلستما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خسي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله وفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم صنن الذين من قبلكم ويرتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون السهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وذلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تلهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبكم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهضروهن في المضادع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاء بينهما فابعفوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحي وفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى واللتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مفتانا ففورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالدخل ويكتمون ما آتهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرا وإن تك حسنة يطاعفها ويكتم لده أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يوتوا الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم ستارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عبر سبيل حتى تغتصلوا وإن كنتم مرضى أو على شغر أو جاء أحد منكم من الغائف أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وإيديكم إن الله كان عفوا وفورا ألم تر إلى الذين أمتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا لألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله لكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أمتوا الكتاب آبئوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السابق وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يغلبون فقيلا أوذر كيف يفكرون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أنتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاقوة ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم له نصيب من الملك فإذا لا يكتون الناس نطيرا أم يحسدون الناس على ما آته الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نفليهم نارا كلما نضجت جلودهم ودلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنة كجريم تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج متاخرة وندخلهم ظلهم ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعدكم به إن الله كان سميعا مسيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعكم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا أن يتحكموا إلى الطابوط وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا فيحرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعيدهم وكلهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله طوابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكدوك فيما شذر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أسد تثبيتا وإذن لآتيناهم من لتنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يتع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفتن من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا طبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم سهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقول أنك أن لم تكن بينكم وبينه موذة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوضا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أدرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضحين من الرجال والنساء من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الضغوط فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفشوا أيديكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشيا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يذلككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك كل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعتهم فإذا ضرزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتل ما يبيتون فأعذيط عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتذكرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا زاءهم أمر من الأمن أو الخوف يذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء محيطا وإذا حييتوا بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يدمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أظل الله ومن يؤدر الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فأخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فقضوهم فقضوهم وقتلوهم حيث تطفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحذير رقبة مؤمنة ودية مسلمة فلح لا أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم ورقب منهم فتحذير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم ورقب منهم إيثا فديكم مسلمة إلى أهله فديكم مسلمة إلى أهله وتحذير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فاستيامسا غير متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمن متعودا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربوا في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السباة لست مؤمنا تبتغوا نعرض الحياة الكلية فعند الله مكان مكثيرا فذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خفيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين قيدوا للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجا وكلا وعد الله حسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجا كم منه ومغفرة ورحمة وكان الله رفضا رحما إن الذين توفاهوا الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا بنا مستضعفين في الأرض قالوا ألو تكن أرض الله واسعة فتناتوا فيها فأولئك مكواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهددون سبيلا فأولئك أعصى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا مفتورا ومن يحادر في سبيل الله يجد في الأرض مراما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته محادرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أدنه على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم فراح أن تقصروا من الصلاة إن دفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم رقمت لهم الصلاة فلتقن طائفة منكم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليأخذوا من ورائكم ولتأتي طائفة من خالهم يصلوا فليصنوا معك وليأخذوا أسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم ورمتعتكم فيميرون عليكم مبيلة واحدة ولا تماح عليكم إن كان بكم أجم من مطر أو كنتم مبطاء أو تبعوا أسلحتكم وخطوا حذركم إن الله أعدى للكافرين عذابا مكينا فإذا قضيتم الصلاة فأذكروا الله قياما وقعودا وعلى جهدكم فإذا أطمئناهم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا ولا تهنوا في ابتقاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وتردون من الله ما لا يردون وكان الله عليما حكيما إنا أهزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أرى كالله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفرا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارنا نفسهم إن الله لك من كان خوانا أخيما يستغفر من الناس ولا يستغفر من الله وهو معه إذ يبيتن ما لا ينضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هاكم هؤلاء إذا دلتم عنهم في الحياة الدنيا كمن يجادل الله عن كل يوم القيابة أمن يكون عليهم وكلا ومن يعمل سوءا أو يقضل نفسهم وما يستغفر الله يجد الله غفرا رحيما ومن يكسب إثمان فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عالم حكيما ومن يكسب فقيحة أو إثمان ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل مهتانا وإثمان بنا ولولا فضل الله عليك ورحمته لثم الطائفة منهم أن يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يدرنك من شيء وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نتغاف إلا من أمر بصدفة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء رضا بالله فسر فيه أدرا عظيما ومن يساك من رسول من بعد ما تفين لأولنا ويذبع غير سبيل المفرين والإيمان والنى ومسكه دهتنا وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشفق به ويغفر ما كل ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد طل طل طلالا بعيدا إن يدرن من كنه إلا إنادا وإن يدرن إلا سيفانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذ أن ابن عبادك نصيبا مفتوضا ولأذلنهم ولهم أذنينهم ولأمرنهم فليبتكون آذان الأنعاب ولأمرنهم فأجبينن خلق الله ومن ينقذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فسرانا بينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا بره لا يمت وأخذ أننا ولا يجدون عنها محيصا والذين أمنوا عن الصالحة سندقلهم جلاتين تكريبين تحدي الأنعاب خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدف من الله قيل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتابة من يعمل السوء أن يبز به ولا يجد له منكم الله وليا ولا نصبرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو منثى وهو من فأولئك يدخلون الجنة ولا يدخلون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهب بالله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخل الله لإبراهيم خديلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل سيء محيطا ويستفطونك في النساء ولله يفتقون فيه وما يقلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلا كلا تكون لهم ما كتب لهم ما كتب لهم وتأرؤون أن ترتكوهم والمستضعفين من الأردان وأن تقول إلا ما بالمست وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافتهم بعدها نشوزا أو اعراضا فلا دناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحبرة الأنخص الشح وإن تحسن وتتبق فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولو تستطيعوا أن تعددوا بينه النساء ولو حرصتوا فلا تبيلوا كل الميل فتدروا ذات المعلقة وإن تصلحوا وتتبق فإن الله كان قفولا رحيما وإن يتفرق إبن الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد رصينا الذي لهم كتاب من قبلكم وإياكم لك الله وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وعا في الأرض وكان الله قميا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يسرده بكم أيها الناس ويأتي بآخرين أودان الله على ذلك خطيرا من كان يريد ثوابتني فعند الله ثوابتني والآخرا وكان الله سبيعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أولوه قوامين بالمسك سغطاء لله ولو على نفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنياً وفقيراً فالله أولى بهم فلا تتبعوا الهواء وتعبدوا وإن تلوا أوضع لهم فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا وآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نسل على رسوله والكتاب الذي أنسل منه قبل ومن ينفر بالله وملائفته وقفته ورسوله واليوم الآخر فقط طلقنا لهم بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم استاذوا كفراً لم يكن إلا من يغفر لهم ولا يغفر لهم سهلاً فاشهد المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتبعون الكافرين أولياء جنون المؤمنين أيبتقون عندهم الحزة فإن الحزة لله جميعاً وقال نزل عليكم في الكتاب أن إذا سبعتم آيات الله ينفروا بها ويستهزأ بها ويستهزأ بها فلا تفوتوا معهم حتى يفوتوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جميعنا فقين والكافرين في جهنم تكيعاً الذين يتركصون بكم فإن كان لكم فتكم من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيبون قالوا ألم نستحفظ عليكم قالوا ألم نستحفظ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهن يوم القيامة ولن يتعلى الله بالكافرين على المؤمنين سبيلاً إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا موسى لا تغارف ناساً ولا يذبون الله إلا خلا مدبذبين بين ذلك لا إله أولاً ولا إله أولاً ومن يرد لله فلو ارتكت له سبيلاً يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء منكم المؤمنين أتريبون أن أجعل الله عليكم سلطاناً مديناً إن المنافقين جدوا في الأسفل من النار ولن تجد لكم أصيراً إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصروا في الله وأخلصوا بيناه من الله وأهلاه فأولئك مع المؤمنين وسوف يفتقلق المؤمنين أجراً عظيماً ما يفعل الله بعذابكم إن شكركم وأملكم وكان الله شاكراً عليماً صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إن كبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعط ونكفر ببعط ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفرنا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبيناً وغفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً فبما نقضهم ميثاقهم وقفرهم بآيات الله وقترهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل فلطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وبكفرهم وقولهم على مريم مهتاناً عظيماً وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلفوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً فبظلم من الذين هاتوا حررنا عليهم طيبات أعلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقدموا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنطفيهم أجراً عظيماً إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زكوراً ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً رسلاً مبشرين وموذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى في الله شهيداً إن الذين كفروا وصدقوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثاً إن تبوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى في الله وكيلاً لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة الغربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحصرهم إليه جميعاً فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم مجورهم ويسيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليماً ولا يددون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم مرمبين فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امر أرهلك ليس له ولد وله أختم فلها نسك ما ترى وهو يرث ما إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترى وإن كانوا إخوة رجالاً ونسان فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم مهمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً وإذا حللتم فاصطادوا ولا يدرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أدل لغير الله به والمنخنقة والموطوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأنت استقصدوا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم رخشون اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم برء حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارع مكلبين تعلمنهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أدررن محصنين غير مسافعين ولا متخذين أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فأسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جلبا فاتطهروا وإن كنتم مغطاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغالب أو لامسكم النساء فلم تجدوا ماء فأيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بأجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرة ولكن يريد لي طهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَجْرٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَبْعَثْنَا مِنْهُمُ تَجْرِ مِنْ تَحْفِهَا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع بطوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَانُ فِي الْأَرْضِ دَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْأَنْ تُمْ بَشَرٌ مِنْ مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ يا أحلى الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم اذكروا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنطلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما دبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هؤلاء قاعد قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ طنوبا كربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوى تاخي قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوى تاخي وأصبح من النادمين من أدل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا من غير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس دميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس دميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيون في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اقتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تطبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم جزاء بما كسبان كان من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يطلب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِحُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا أَمَنَّ بِأْفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَيْنْ لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيكم هذا فاقضوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحة فإن جاءوا تفحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروا بشيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسطة إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هاتوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه سهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءت من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولأ شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم لبعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبقون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصرى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع وعليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هضوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هضوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنطبون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه واجعل منهم القردة والخناسر وعبد الطابوت أولئك سر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون بالإثم والعذوان وأكلهم الصعب لبئس ما كانوا يعملون له لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولا قلت أيديهم ولعبوا بما قالوا بل يداه مبسوطة لينفقوا كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا وألقينا بينهم العتاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقوموا التوراة والإمدل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصلك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لسكم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هدوا الصابعون والنصار من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا في ذاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تغوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموكم متاب الله فعموا وصموكم متاب الله عليهم كم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثابت ثلاثا وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يكون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن ما يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العلم كن يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيس بن مريم ذلك بما عصوا وكانوه يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتغلون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنسل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أسد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم موتة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصرى ذلك بأن منهم قسيسين ورغبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيضوا من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابه الله بما قالوا جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغة في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتوا فعلموا أنما على رسولنا البناء المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ذوى عدل منكم هديا بالغ القعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقل الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دنتم حرما واتقوا الله الذين إليه تحشرون جعل الله قعبة البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما بالأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباء لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفكرون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموضعين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتم مصيبة الموت تحبصونهما من بعد الصلاة فيقسبان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحكم شهادتهما ومع تغينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسول فيقول ما تأذبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علاق الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كفرت بني إسرائيل عنك وإذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل لاستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير رازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمك هو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرطب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم دنة تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله هنف السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل كل مات والنور ثم الذين كفروا بربهم عدل هو الذي خلقكم من ثين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كان به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم يمكن لكم ما لم يمكن لكم أرسلنا السماء عليهم مدرارا ودعلنا الأنهار تجريب تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخر ولو أذلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سفروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله فاتب على نفسه الرحمة لا يدمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكى في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أملك أن أكون أول من أسلم ولا تكون أبنى من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذين فقد رحمه وذلك الفرز النبين وإن يمسسك الله بضرين فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبيل قل أي شيء أكبر شهدا قل الله سهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءكم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم إن من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحسرهم جميعا ثم نقول للذين عشركوا أين شركاكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أقالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيب كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم مطرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا ساطير الأولين وهو ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو الضرائد وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بتالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما ندوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إنه إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوث ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوكوا العذاب بما كنتم تكفرون ودخسر الذين كذبوا بلقاء حتى إذا جاءت ساعة بغدة قالوا يا حسرة على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا ولا الدار الآخرة خير للذين يتقونا فلا تعقلون قد نعلم إنه ليحقك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وقو حتى أتاءوا نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآيات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نسل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمام أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من سيئ ثم إلى ربه نحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبطنوا في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيأسل ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد طلوبهم ولكن قصد طلوبهم وسين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم مغتدا فإذا هم مغلسون فقوطي عداد القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن تاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا هم الشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسطون قل لا أقول لكم عندي خزاء الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا سفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغتاة والعسي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم ما عليك من حسابهم من غسيء وما من حسابك عليهم من غسيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقم سلام عليكم كتاب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك ننصر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله كن ما أتبع أخواء ودطلت إذا وما أنا من المحفدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندما تستعزلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين كن لو أن عندما تستعزلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إن لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجر مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر خوف عباده ويرسل عليكم حفرا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم أردوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكون من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من خاطق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرق الآيات لعلهم يفققون وكذب به قوم فوهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القو الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينه لعبا ولهوا وغرطوا الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دور الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدد لا يقود منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله بل الذي استهوت الشياطين في الأرض حيرا له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن نقضى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن نقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصلاما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نريه إبراهيم ملك السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازضا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بري مما تشركون إني ودهت وذه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاج قوم قال أتحاج دوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرط ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانكم بظلم أولئك لقوا الأمن وهم مفتدون وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واللسع ويوسف ولوط وكل فضل على العالمين ومن آبائهم ودرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهدار مقتد قلنا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتطفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آبائكم قل الله تم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزل الله مبارك صدق الذي بين يديه ولكم ذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه سيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الغون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة وتردتم ما خولناكم وراء أهدوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين سعب أنهم فيكم شركا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تسعرون إن الله فالق الحب والنوا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح ودعل الليل سكن والشمس والقمر حسبان ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم الرجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأت من نفس واحدة فمستقر ومستوزع قد فصل الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا فأخرجنا منه خطرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النقل من طلعها قدوان دانية وجنات وجنات من أعناف والزيتون والرمال مستبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلك لآيات للقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميق عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولب بينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وله شاء الله ما أشرفه وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تصفوا الذين يدعون من دون الله فيسفوا الله عدوان بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمالهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في دعيالهم يعمهون صدق الله العظيم أعوذ بالله لشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والغن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفقدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكون من الممترين وتم كلمة ربك صدقه عدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع حكرما في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر رسول الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسول الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطلركم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطن إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر رسول الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليعون إلى أوليائهم لجادلكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أرى من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له يورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك ادعلنا في كل قرية أكابر مدرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أود رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالة سيصيب الذين أجرموا صغاب عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن ما يصعد بالسماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد خصل الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشوهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواك الخالدين فيها إلا ما أشاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينبرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وضرّقهم الحياة الدنيا وضرّقهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظل وأهلها غافل ولكل درجة مما عملوا وما ربك بغافل عن ما يعملون وربك الغني رحمة إن يشاء يرهدهم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن إنما تُعْتون لآت وما أركم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاطبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يخترون وقالوا هذه أنعام وحرط الحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكر بسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في أكون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركا سيجزيهم واصفهم إنه حكيم عليم قد خصر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرم ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنة معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه قلوا من زمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا فطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الطعن اثنين ومن المعز اثنين قرآن ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحم الأنثيين نبّروني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبر اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحم الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصلتم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لي ظل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسكوحا أو لحم خنزير فإنه رجص أو فسط أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هاتوا حرمنا كل ذي غفر ومن البطر والغرم حرمنا عليهم سحومهما إلا ما حملت بغورهما أو الحواجا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباء ولا حرمنا من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم حتى ذابوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنكم إلا تخرصون قل فلله الحدة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن يشهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أكما حظوا ربكم عليكم هل لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاقا نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مالا اليتم إلا بالتيه أحسن حتى يبدغا شبا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقول علكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكم ما أهدا منهم فقد جاءكم بينكم من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدب عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا خل انتظروا إلا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لستمنهم بشيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أنفالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني أداني ربي إلى صراف مستقيم دينا بيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر واسرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مصاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أملكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا طائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش خليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخبط منها فما يكون لك أن تتفكر فيها فاطر إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يومي ضعفون قال إنك من المنظرين قال فبما أضغيتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيبانهم وعن شبائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذهوما مذهورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا أذنسكم أنت وسوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا بنا الظالمين فوصرس لهما الشيطان ليهدي لهما ما أوري عنهما من سوحاتهما وقال ما نهاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوحاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكم عن فلكما الشذرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعدكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاعوا إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون وبنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسي وريس وآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعوا عنهما لباسقنا لوريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والضاب أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالرحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مفرسين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحساكم أنهم مفتدون يا بني آدم خلوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرقوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فذلك نمصد الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفراح سما ظهر منها وما بطن والإذن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخذون ساعة ولا يستغذلون يا بني آدم إما يأفينكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتكم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنة أختها حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت أخرى لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لإخراغ فما كان لكم علينا من فضد فضوطوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين قذبوا بآياتنا واستكروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم القياطة وكذلك نجزي الغجرمين لهم من جهنم مهات ومن فضهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا عمل الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب جلدهم فيها خالدون ونزعنا ما في سطورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رصور ربنا بالحق ونوضوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أنقذ وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصفون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف جالا يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم فاستكبرون أهؤلاء الذين أقسمكم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنكم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيتوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يظنهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ونقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم الهدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو مرده نعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغسل ليل النهار يطلقه حكيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والمجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيات إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد نسلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بسرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحفا فقالا رسقناه لبلد ميت لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبت لا يخرج إلا نكدات كذلك نصرف الآيات وقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنرات في ظلال مبين قال يا قوم ليس في ظلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلئكم بسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَا عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجْلٍ أَوْا عَلَى رَبِّكُمْ لِيُنْفِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَوْزَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعْهُوا بِالْبُلْكِ وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخوهم هدى قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظلك من الكاذبين قال يا قوم ليس به سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو أعجبكم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وانظروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوحي وزادكم في الخلط بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أدئتنا لنعبد الله وحبه ونظر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إنكم كمن الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم جسر وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأندينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا ذابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءت بيينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قسورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعتوا بالأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استبعثوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسد من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا ما فتوعتوا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالحكنا بما تعبنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تعبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأكون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأكون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مصرفون وما كان جواب قومه إلا أن قادوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطحرون فأنجينا أخوة أخله إلا امرأته كانت لنا الغابرين وأنصرنا عليهم مطرات فانظر كيف كان عاقبة المدرمين وإلى مذينا خواه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم مينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخصوا الناس أشياءكم ولا تبصدوا في الأرض بعد إسلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصفون عن سبيل الله من آمن به وتبقونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أوصلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قضيتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجبة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغلوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا بم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قدم السهافان الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم مركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصغناهم بذنوبهم ونطبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم اضعتنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فضلبوا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاة فإذا هي تعبان مبين ونزر يده فإذا هي بيطاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المتائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء الساحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاق فإذا هي تلغوا ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا ذنالك وانطلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فلعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمثر مكر طبوب في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسابت علمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافكم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنظم منا إلا أن آمننا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفضغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وألهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي لساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين قالوا ذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم بالأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون فإذا جاءت محسنة قالوا لنا هذه وإن قصبهم سيئة يتطير بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الكوفان والجراد والكمل والضفادع والدمآيات والصلاة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم البيجس قالوا يا موسى بعلنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما تشفنا عنهم الرجز إلى أدلهم بالغوا إذا هم ينقطون فانتقونا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستطعفون ما شارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت بلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قومي يعتفون على أصنع من لهم قالوا يا موسى اجعلنانا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء قطروا ما قم فيه وباطلوا ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصنعون سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلا وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استطر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيخا فلما أفاق قال سبحانك طبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له بالألواح من كل شيء موعظة وتفصينا لكل شيء ففرها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل المشت لا يتقذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتقذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبثت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم روسى من بعده من حريهم عجلا مدسة له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يبطيهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعده أعادلتم أمر ربكم ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدره إليه قال ابنهم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تسمث في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سيدالهم غضروا من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المخترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذت من رجفة قال رب لو شئت أهلكهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمة وصعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغنال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إذي رسول الله إليكم جميعا الذي لهم ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يخي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنة عشرة أسفاق الأمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاق الحجر فانبجست منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم عليهم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رسقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم مصطر هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم لجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعضون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعضون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نب عنه كلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوبهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم بالأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورد الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا ألم يأخذ عليهم مثل الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق وترسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نفيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقفن كأنه ظلك وظلوا أنه واقع بهم قضوا ما آتيناكم بخوة واذكروا ما فيه لعلكم ذات تقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن أكنا عن هذا قافل أو تقولوا إنما أشرف آباءنا من قبل وكلنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المرطلون وكذلك نقصر الآيات والعلهم يرهعون واطل عليهم مبأ الذي آتيناه آياتنا فانصدق منها فأتفعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلض إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المفتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ضرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفترون بها ولهم أعين لا يرسرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك تل أنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الفسنى فادعوه بها وظل الذين ينحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستذردهم من حيث لا يعلمون وأمي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصحهم من جن إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من موسي وأن عسى أن يكون قد اغترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يذلل الله فلا هادي لا ويذرهم في طبيانهم يعمرون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يدليها ليقتها إلا هو تقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ذرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما بسني يسعون إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقت من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليستن إليها فلما تغشاها حملة حملا خفيفا فمرت به فلما أدخلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا دعنا له شركاء فيما آتاهما فتعال الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوكم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عبادنا أمثالكم فدعوهم فدعوهم ولستديبوا لكم إن كنتم صادقين أم لهم أرجل يمسون بها أم لهم أيدي يمطشون بها أم لهم أعين يرسلون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاء كنتم مكيدون فلا تنذلون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم وما أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وترى هم ينظرون إليك وهم لا ينصرون خذ العقوة وأرب العرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزرنك من الشيطان نزل فاستعذ بالله إنه سبيع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يبطوا له بالغي ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو نجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنستوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تذرعا وقيفا ودور الجهر من القول بالغضو والآصال بالغضو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكفرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأقيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ودلت قلوبهم وإذا تذيت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوفلون الذين يطيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يسافون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون وتودون أن غير ذات الشوطة تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممثكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا بشرى ولفطل إن به قلوبكم وما ننصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم المعاسى أمرة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليقفركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم إجزى الشيطان وليربط على قلوبكم ويتبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوا هُمُ الْأَذْبَارِ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ تُضْرَبُوا إِلَّا مُتَحْرِفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحْيِّزًا إلى فئة فقد باء غضب من الله ومأواه جهنم وبكس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلكم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين منه بلان حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مغين بيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن كنته فهو خير لكم وإن تعودون عود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كفرت أن الله مع المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَفْلَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُوتَ الَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْجِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبًا مَا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ عِقَابٌ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعْفُونَ في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم من أصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَقُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْكُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَبْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْتَهُ أَجْرٌ عَظِمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ كَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنُكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ دُلْقَبُلِ الْعَظِيمُ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُكْفِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ خَيْرٌ مَاكِرِينَ وَإِذَا كُفْلَ عَلِيْهِمْ آيَاتِهُ وَقَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَكُلَّ مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ أَوَّلٍ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلِيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَوْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يخشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينفقوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت ثمة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن تهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله قلوسه وللرسول ولذي القربى والتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الخلقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعذوة الدنيا وهم بالعذوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تباعتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراتكم كثيرا لفشلكم ولتناسعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاتبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تناسعوا فتفسلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال أغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نتصع على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو تراءت يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد كذلك بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قبي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سبيع عليم كذلك بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم بالحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخرائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعكم من قوة ومن رباق الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخضعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرب المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفكرون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يخطن في الأرض تريدون أعرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لبسكم فيما أقضكم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا مطيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤذكم خيرا مما أقد منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خاروا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آون ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وليتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النص إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آون ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءكم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأذى من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم سيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مددهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلاب الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما استقعوا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا هو ولا ذم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا ذم وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعلوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينكهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحب أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصرهم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تطرقوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتقدوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين والجاه والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حدثت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلكم سقاية الحاك وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستغون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا هجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر معبيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اغذرت روها وتجارة وتجارة تقشون كسادها ومساكل ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الخاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حمين إذ أعجبتكم كفرتكم فلم تغن عنكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتكم وليتم مضبرين ثم أنزل الله سكينة وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوه الله من بعد ذلك على من يشاء والله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الغشعكون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوثوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصر المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يطاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأمن الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالغدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكلزون الذهر والفطة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهرهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر سهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تضلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواقعوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله ظين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم اغفروا في سبيل الله اتاقوكم إلى الأرض أغضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستغذي القوم غيركم ولا تدروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحتل إلا الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا واتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن معدت عليهم الشقة وسيحنفون بالله لو استضعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسكم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلموا كاذبين لا يستأذلك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذلك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم ولو أرادوا خرود لأعدوا له عدة ولكن كره الله ولكن كره الله أرادوا بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبهونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لنحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسرهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هم تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم تربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يدمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رتوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آته الله ورسوله وقالوا حسب الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راضبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخذي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مفرد ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفو عن طائبة منكم نعذب طائبة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبطون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعذى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم فالذين من قبلكم كانوا أشك منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستنفعوا بخلاقهم فاستنفعتم بخلاقكم كما استنفع الذين من قبلكم بخلاقهم وخمتم كالذي خادوا أولئك حدثت أعمالهم بالدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمحتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويبيعون الله ورسولا أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جلات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جلات عد ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفلوث العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغضوظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكفيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتان من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بقلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ورجواهم وأن الله علام الأيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وترهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر كل نار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فكن لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعذبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أعزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأب القول منهم وقالوا وقالوا ظرمانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وكبع على قلوبهم فهم لا يفققون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المصلحون أعد الله لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفرز العظيم وجاء المعذرون من الآراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفرواهم عذاب ألم ليس على الطعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حردوا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ماتوا فلتحيلهم فلا أجدوا ما أحبعتم عليه تولوا وأعينهم تفضون الدمحي حزناً ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذرونك وهم أغنيا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغلب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواظ جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائل عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله والجوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدقلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنونات تجري تحتها الأنهار ومن خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلتك سكن لهم والله سميع عليهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأكم الصدقات وأن الله هو التوب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنة والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أُسِّس على التقوى من أول يوم حق وأن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورطوان خير أم من أسس بنيانه على شفاة فانهار به إلى جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ربة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستوشروا ببيعكم الذي بععكم به وذلك هو الفوز العظيم التائدون العابدون الحامدون السائعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناقون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم ليبيه إلا عن موعدة وعاتها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهادرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم غمأ ولا نصبوا ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موت أن يغيظوا الغفار ولا يطعون موت أن يغيظوا الغفار ولا يلالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسرين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غر واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت صورة فمنهم من يقول أن يكم زادتها به إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفترون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يركم من أحدكم من صرفوا صرف الله قلوبكم بأنهم قوم لا يفقرون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندكم حريص عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أرحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدفل الأمر ما من سفيع إلا من بعد إذنه ذلك من الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده لأجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسطة والذين كفروا لهم سراغ من حبيب وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهر وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين كم عن آياتنا غافلون أولئك مأواه النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا عمل الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمق وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسا كذلك زمين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا الغرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجسي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا في بطرآن غير هذا أو بدل كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاب إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدركم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذبا بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قرأة نبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمتهم سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرماء مسكوا إذا لهم مكرون في آياتنا قل الله أسرع مكرى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يصيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في القلق وجغين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين لغتين لا إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبقون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فنربئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهرا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب العمس فذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسروا حسن وزيادا ولا يرهق وجوههم قطع ولا دلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم دلا ما لهم من الله من عاصم فأنما أرسيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحسرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من يذبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فذلك حقك كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من سركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفون قل هل من سركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يؤني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفطر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افطرى قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به فربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحصرهم كأن لم يلبطوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوله القبي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أدل إذا جاء أدلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنكم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا دوقوا عذاب الخلد هل أجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفسهم ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصف وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءت موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدأ ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلكم منه حرابا وحلالا قل آل الله أذن لكم أم على الله تفكرون وما ضلوا الذين يفكرون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أسخر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا أهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الخوص العظيم ولا يحفوك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه والنهر مرصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سبحان مهدا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يخترون على الله الكذب لا يفلحون متاعوا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كفر عليكم المقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأدمعوا أمركم وشركاتكم وشركاتكم ولا يكون أمركم عليكم أمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فرجيناه ومن معه في البلك وجعلناهم خلائف وأضرحوا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسولا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكفروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءكم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحلون قالوا أدئتنا لتلبتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر علم فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أركم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو فرها المجرمون فما آمن لموسى إلا تطرية من قومه على خاطئ من فرعون وملئهم أن يقتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه أول من المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم من الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتة للقوم الظالمين وندنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوى لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأطيء الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأمواله في الحياة الدنيا ربنا ليذلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتب على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرى العذاب الأليم قال قد هذيبت دعوتكما فاستطيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وداوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعه برعون وجنوده بغيه عذوى حتى إذا أدرت الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فلنوما نتيك ببدنك لتكون لمن خلفك آياء وإن كثيرا من الناس عن آيات لا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءتهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءت الحق من ربك فلا تكون من المنفرين ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من القاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولولا كانت قضية آمنت فنفعها إيمانها إلا قضى يونس لما آمنوا تشفنا عنهم عذاب الخجر في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآية والنظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم النجي رسلنا والذين آمنوا فذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنت في سك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون منه بالله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حليفا ولا تكون من المشركين ولا تدع منه لله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسست الله بطر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا أردت لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحكم من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصل حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم فالإفلام را كتاب محكمة آياته ثم هصلت بله حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توقوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أدل مسمى إلى أدل مسمى ويأتكوا الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يتمون صدورهم ليستقوا منه ألا حين يستغشون فيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معبودة ليقولن ما يحدسوا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ما سهدت ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعمل صالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدوك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو داء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم نستجيبوا لكم فعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يغسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه ساهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخصرون إن الذين آمنوا عملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستغيان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا روحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا إلا الذين هم أراضلنا بديا رأيك وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ننزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن قردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عند خزائل الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم بك الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم صحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترا قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنعي الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مضرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وصارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجعيها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوئي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرطين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنكم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فقرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه رسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مدرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا أعترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذر إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ من صيفها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه سيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا خودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادوا جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأطبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد من قوم هود وإلى ثمود أخاكم صالحا قال يا قوم يعودوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستغفروه ثم توفوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي سك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقط الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القمي العزيز وأخذ الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعثا لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِذِرٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصْلِيْهِ لَكِرَهُمْ وَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ نُوْطَ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْكُوبَ قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسولنا لوطا مسيئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وجاء أبو قوه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون سيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركنهم شديد قالوا يا لوط إن رسول ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاءت رجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل موجود مسومة عند ربك وما هي من الظالبين ببعيد وإلى مذينا أحراهم شعيبا قال يا قوم الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخصوا الناس أشياء ولا تعطوا في الأرض مفسدين بطية الله خير لكم إن كنكم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعرض آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاطي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم روح أو قام هود أو قام صالح وما قام لوت منكم ببعيد واستغفروا ربكم أتوبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنرأت فينا ضعيفا ولأولا رهت فلرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمدوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد الثمود ولقد أرسل موسى بآياتنا وسوفان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المرودة وأطبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلق عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إن لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكديب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليمهم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم ناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأدل معدود يوم يأتي لا تكله نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولا قد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولأولى كلمتهم سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماله إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن ثاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركموا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياءكم ولا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكران الذاكرين واصبر فإن الله لا يديع أجر المحسنين فلأولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أهدينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترف فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكران المؤمنين وقل للذين لا يؤمنوا نعملوا على مكانتكم إنا عملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غير السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راق تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسى القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوه لك قيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائدين إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبا إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أبي طرحوه أرضا يخر لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله مع ناغة يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاه أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباكم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردكم فأذلى ذلوى قال يا بشر هذا غلام وأسره بطاعة والله عليم بما يعملون وشغوه بثمن بخس دراهم معدودا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتره من مصر لامرأته أكرم مكواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك متنا ليصف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مكواه إنه لا يسلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لأولاء الرأى برغان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشى إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقد تطمصه من دبر وألقى سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يستنأوا عذاب الألم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميسه كت من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميسه كت من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميسه كت من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة رأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها أبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتذت لهن متكاء وآتت كل واحدة منهن سكيدا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وكل حاسر الله ما هذا بسرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد رأى واتخذوا عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكون من الجاهلين واستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السبيل العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فاق رأسي خبثا تأكل الطير منك نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما تعموا ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأيكما ذلك ما مما علمني ربي إني طردت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعفوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من ذنه إلا أسماء سميتمها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوه إلا إياه ذلك الدين الخيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسطي ربه خمرا وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير من رأسه قفي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجم منهم اذكره عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سماني يأكلهن سبع حجاب وسبع سنبلات خطر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتودي في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أطوات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاملهما واتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوصف أيها الصديق وافتنى في سبع بقرات سماني يأكلهن سبع حجاب وسبع سنبلات الخطر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصلتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل لما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاة الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءت الرسول فلما جاءت الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي ما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ غاوتكن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا غاوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخوه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلبه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نبيع أدر المحسنين ولا أدر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أفل كيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرابد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بطاعتهم في لحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنتم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وددوا بطاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بطاعة ما ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متبرقة وما أغني عنكم من الله من شيء الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حادة في نفسه عقوب قضاها وإنه لدو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتأس بما كانوا يعملون فلما جهزكم بجهازهم جعل السطاية في رحل أخيه ثم أدى مؤذن أيتها العرق إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حيل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سرقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كذبين قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه فذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد صرف أخله من قبل فأسرها يوسف بنفسه ولم يبدها لهم قال أنكم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لطالمون فلما استيهسوا منه خلصوا نديا قال كبيرهم لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أبرا فصبر جميل عسى الله أن يأيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت بيناه من الحزن فهو كظم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكبت في وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الطر وجئنا بفضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلكم بيوسف وأخيه إن أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهاتى أخيه قد من الله علينا إنه من يتق ويصفر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تكذب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهي أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العيض قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضمالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاب على وجهه فرط التبصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخذوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وفروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحطني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينفرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمن وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهو لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسل من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس المصر وظلوا أنهم قد كذبوا جاه نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة الأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل وتفصيل كل شيء وخدا ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم را تلك آيات الكتاب والذي منزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرس وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يبصر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مثل الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يرسل ليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنة من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فاعجبون قولهم أئذا كنا ترابا أئلا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون ويستعدلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قولهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ذنبهم وإن ربك لسديد العقاب ويقول الذين كفروا له لا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أصر القول ومن جعر به ومن هو مستخف بالليل وسارف بالنهار له معطبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويمشر السحاب الثقال ويسفح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهو يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستديبون لهم بسيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليب الوفاق وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في الضلال ولله يسجد معه بالسماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالهدوب والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا بخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت توديكم بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بطغاء حلة ومتاع زبدا مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبت فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفذ بالأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتذوا به أولئك لقل سوء الحساب ومأواه الجأنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق وقمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا يردون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وده ربهم أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلى وعلى نية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آفائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب تلام عليكم لما صبرتم فدعموا تبتار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقصدون في الأرض أولئك له اللعنة وله سوء الدار الله يقصد الرزق لمن يشاء ويقدر وفرعوا في الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يظل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنه القلوب الذين آمنوا وعمل صالحات طوبى لهم وحسن مآب فذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أرحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآن صيرت به الجبال أو تطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا فارعة أو تحلوا قريبا من ذلك حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئت رسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عطاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أرسمهم أم تربعونه بما لا يعلم بالأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من حاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة يسق وما لهم من الله من واقص مثل الجنة التي أعد المتقون تذري من تحتها الأنهار أكرها دائما وذلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أرسل إليك وماذا الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله وما أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أغواءهم بعدما جاءت من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وضريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمع الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتي الأرض لن أسرأ من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع حساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفسه وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أنزل الله إليك لتفرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب سديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبقونها عواجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبير لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآيات لا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور واذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فدعون يسرونكم سور العذاب يسرونكم سور العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأدن ربكم لإن شكرتم لأزدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنكم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءت رسولهم بالبينات فردتوا أيديهم في أكواههم وقالوا إنا تطرنا بما أوصلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليهم ريب قالت رسولهم في الله شك من فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ظنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأكونا بسلطان مبين قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلهم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادي وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فلتوفل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هتانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمنا وعلى الله فلتوفل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولمسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل دبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتدرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الغوت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل مثل الذي يكفر بربهم أعمالهم ترى ما دل اشتدته الريح في يوم عاصف لا يقدرهن مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلط جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغضون عنا من عذاب الله فهل أنتم مغضون عنا من عذاب الله يوسي قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرقكم وما أنتم بمسرقي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعمل صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة إن أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظلوا الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم ترين الذين بتلوا نعمة الله كفرا وأحلوا القوم قدار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا لنظلوا عن سبيله تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناه سرا وعلانية وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن عبد الأسلام رب إنهم أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذرية بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخره اليوم تشخص فيه الأبصار مبطعين مطمعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم أوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أدل قريب إلى أدل قريب ندب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنكم في مساكل الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف بعده رسولا إن الله عزيز من تقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سهيع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يوت الذين كفروا لو كانوا مصلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويذهبهم الأمل فسروا يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستاقرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسل من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصار لا بل نحن قوم مسعورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للنظر وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأغمتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها مع عيش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما منزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواطح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السمهم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق مشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كله مجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يضعفون قال فإنك من الورغرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أبويتني لأزينن لهم في الأرض ولأبوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مخصوم إن الأبتطين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وباغ منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الألم ونبئهم عن طيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا تودل إلا نبشرك بغلاب علم قال بشركم ولي على أما السني الكبار فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانقين قال ومن يطلت من رحمة ربه إلا الطالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لبنجوه مجمعين إلا امرأته فضرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقدع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوحي ذو أمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء طيفي فلا تفتحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمبون فأخذتهم الصيحة مشتقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآلات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب ليكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحكون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخذ جداحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المكتسمين الذين اجعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا تضيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يطيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين والأنعام خلقها لكم فيها ذفق ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعنى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخرة بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعتلون وما ذرأ لكم بالأرض مختلفا ألوان إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلة وتلبسونها وترى الفرك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض غواسي أن تميد بكم أنهارا وسغلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعطوا نعمة الله لا ترسوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعننون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يضعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطر الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بخير علم ألا أساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فرضهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئسمت والمتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قادوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا ولا دار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك فذلك فعلى الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعلى الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاء المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلل فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى الله فإن الله لا يهدي من يغل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانه لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كون فيكون والذين آجروا في الله من بعد ما قلمه لنبوي أنهم في الدنيا حسنا ولا أجروا الآخرة أكبر له كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رؤوح رحيم أولم يروا إلى ما فلق الله من شيء يتفيأ ذلاله عن اللمين والشمائن سجدا لله وهم تاخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فرعبون وله ما في السماوات والأرض ولو الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه يجف إليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسأوا فتعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتغون وإذا مشر أحدهم بالأون فظل وجهه مصودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما مشر به أيمسكه على بول أم يدسه بالطراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون ويجعلون لله ما يكرقون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم حسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون كالله لقد أرسلنا إلى أم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليه اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك الآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرط وذم لبدا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النقيل والأعنام تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحية لاتخذي من الجبال أيوتا ومن الشجل ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فسركي سبول ربك ذرلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتبكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم ملينا وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباق ليؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من طول الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكى لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوده لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أوه أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطول أمهاتكم لا تعلمون شيئا ودعل لكم السمع والأبصار والأخذة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في دوء السماء ما ينسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا واجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستطفونها يوم ضعنكم ويوم إقابتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حل والله جعل لكم مما خلق ظلالا واجعل لكم من الجبال أكنانا واجعل لكم سرابيل تطيكم الحر وسرابيل تطيكم مأسكم كذلك يقم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن قولوا فإنما عليك البلاغ المبين ليعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثره الكافرون ويوم نبعت من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفض عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا نبعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يختارون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الهحساء والمنكر والبضل يعيدكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدكم ولا تنقذوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت وزلها من بعد طوة أنكاتا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أنككون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد كبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ وما عند الله باقر ولنجزين الذين صدروا أدرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر الأونثى وهو أؤمنهم فلنحجينه حياتهم طيبة ولنجزينهم أدرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مختر والأكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القرص من ربك بالحق ليكفت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر رسال الذي ينحدون إليه أعدمي وهذا رسال عربي نبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفكر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضبوا من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحقوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين تضع الله على قلوبهم وسمعهم وأمصارهم وأولئك هم الغافلون لا درم أنهم في الآخرة هم القاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما بدلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفسه تجادل عن نفسها وتوفى كل نفسه ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله بأذاقه الله لباس الزوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم لا يظلمون فاكلوا مما رزقهم الله حلالا مطيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والثم ولحم الخنزيل وما أكل لغير الله به فمن اذكر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِبُوا أَنْسِدَتُهُمُ الْكَذِبَ هذا حلال وهذا أرام لتفكروا على الله الكذب إن الذين يفكرون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هاتوا حرمنا ما خصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بدهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانطا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مفتقم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبط على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وتآدلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمفتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عطبتم به ولئن صبرتم له فإن للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحذن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أصرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي قارتنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه بذل بني إسرائيل أن لا تتقدوا من دون وكلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعدن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا لبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم قرد عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر أفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهذي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أدرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار بصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزمناه طائره في علقه ونخلج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر واسرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بدنه بعباده خبيرا مصيرا من كان يريد العادلة عدلنا له فيها ما نشاق لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مذحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشتورا كلا نمث هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجاته وأكبر تفضلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو إلهما فلا تقل لهما قف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما دناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأواقين غفورا وآد ذا المربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضا عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فكلهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا مصرا ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاقا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلف القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا ما للتين إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شبا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن دأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والخواد كل أولئك كان عنه مسئولا ولا تمسك الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك متروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملومة مدعورا أفأصلاكم ربكم بالبنين واتخذنهم من الملائكة إناتا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكر وما يزيدهم إلا نفرا قل لو كان بعض آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون عنوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تخفرون تسبحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفققواه وفي آذانهم مقرعا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أذباره النفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ أم ندوى إن يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما وغفاتا أئنا لمبعوتون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فقركم أول مرة فسيوغدون إليك روسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستديقون بحمده وتظنون إن لبثم إلا قليلا وقل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما هو في السماوات والأرض ولقد ضدلنا بعض النبيين على بعضه وآتينا داود زبورا قل دعوا الذين سعمتم من دونه فلا يمركون كسب الصر عنكم ولا تحديلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وصيلت أيهم أقرب ويردون رحمته ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محكورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا تمود الناقة مرسرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحق بالناس وما جعلنا الرحية التي أريناك إلا بذنة للناس والشذرة الملعونة بالقرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا تغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاءكم جزاء منفورا واستفجد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك وردلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا قرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزدي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكنوا فروا في البحر طلما تبعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان تفورا أفأمنكم أن يخصب بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه طارة أخرى فيرسل عليكم طاصفا من الليح فيغلقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البل والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تضيلا يوم ندعو كل ناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يغلبون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتدونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا وإذا لاتصدوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كتترتم إليهم سيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفدونك من الأرض ليخذوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهت جذبه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدفل صدق وأخرجني مفرج صدق وادعلي من لدنك سلطانا مصيرا وقل جاء الحق واذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الضالبين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بدانبه وإذا مسه الشر كان يرسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسأل لك عن الروح قل الروح من أمد ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا ولئن سئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن قبله كان عليك كثيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتو بمثل هذا القرآن لا يأتو بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وأبا أكبروا الناس إلا أخورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما سعدت علينا جسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زفرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل صبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمسون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله سهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وذكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم واجعل لهم مجالا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائد رحمة ربي إذا لهمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى دسع آيات مينة فاسأل بني إسرائيل إذ جاءكم فقال له فرعون إني لأقولك يا موسى مسكورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأقولك يا فرعون مسكورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكروا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لبيبا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنه فرقناه لتقرأه على الناس على محف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم فسوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تظهر بصلاتك ولا تخافض بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدل وكبره تكفيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا سديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لها بائهم كبغت كلمة تخرد من أفراههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زين كالها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم من علم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا مشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لأولا يكبرون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأغو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم الفقا وترى الشمس إذا طلعت تزوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات السبال وهم في وجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يقلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات السبال وكلبهم باسط زراعيه بالبصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءل بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه ولتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجعوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولو تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا خليل فلا تمار فيهم إلا مضاءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غير السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واثلوا ما روحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه منتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتبنا للظالمين نرى أحاق بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء فالغل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا أعملوا الصالحات إنا لا نتعوا أجر من أحسن أعملا أولئك لهم جنات عدنين تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبثون ثيابا خضرا من سنغس وإستبرق المتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضطلب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كنت الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوله أكفرت بالذي خلقك من كراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولأولئك دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يبيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبنا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء فغورا فلن تستطيع له طلبا وهو حيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خابية على عروسها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير معقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هسيما كبروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنو نسيلة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحسرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمون كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا وغضع الكتاب فترى المجرمين مستقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المذلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم ودعوهم ولما استذيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النر فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب كبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادر الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هدوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونصي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم مكنة أن يفففوه وفي آذانهم وقرى وإن تدعوهم إلى الغدى فلن يهتدوا إذا أبدا ربك الغفور بالرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا العجلنهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أغلتناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقبا فلئما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نب فاغتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه إلا دلنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خمرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعت لي فلا تسأل عن شيء حتى أهدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا سكية بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رؤما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتهم كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتقد فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا النار وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسأقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه صبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجود ومأجود مرسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعيدوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني سبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال أنففوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعجلكم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخصرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون سمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة واسنا ذلك جزاؤكم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هدوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس هزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لدان خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبري من لدونك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام لسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لغلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آيات قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا ذكرة وعسيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وسكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن دبارا عصيا وسلام عليه يوم ورد ويوم يبوت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تطيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لإغلام ولم يمسسني بشرا ولم أكبغيا قال كذلك قال ربك هو علي هينوا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جذع النخلا قالت يا لي تريبت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهرزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دلت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانا إذا قضى أمرا فإنما يقول لهكم فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرك الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسلع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراضب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنفه لأرجمنك واخضر بي مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي سقيا فلما اعتزلكم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم رسال صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارول نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صدق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا أعليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هذينا واجتبينا إذا كتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجة وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يذلبون شيئا جنة عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نرث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم شد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا وإذا تخلى عليهم آياتنا بيناتين قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الخريقين خير مقاما وأحسر نديا وكم أهلكنا قبلهم من قربهم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليم جد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين ابتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا ووالدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمت له من العذاب مدى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحصل المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم سيئا إذ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنسق الأرض وتفضر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم عدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا عمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه برسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحتخرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار غدا فلما أتى هنوبي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آفية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأبس بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخذ سنعيدها سيرتها الأولى واطم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخشت به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سبلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أني قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فللقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمسي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقرع عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فكونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعت بل نفسه اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تلي في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه مطغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الغدى إنا قد أحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال البرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يطل ربي ولا جنس الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء فأخرج به أزوجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجلتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم كم أتو صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى كلا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا فيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي الساحرة سجدا قالوا أمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخلا ولتعلمن أينا أسد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنتقى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الضرجات العلا جنات عدم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن نسر بعبادي فاضرب لهم طريقهم في البحر يبسا لا تخاف ضركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الجم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني الصراء لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمان ونزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبا أسفا قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم عدا حسنا أفطال عليكم العهد وأمركم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم حالول من قبل يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكثين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا أن لا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبرت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ضلق عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليوم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحسن المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الإبال فقل ينسفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع السفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاب ظلما ولا هضما وكذلك أنسلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعتل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتسقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخوض وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتبه ربه فتاب عليها وهدا قال اهلطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيسة ضنكا ونحفوه يوم القيامة أعمى قال رب لم حسرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أصرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلبنا قبلهم من القرور يمسون في مساكرهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت لربك لكان لزاما وأجل مسمى واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل كلوع الشمس وقبل قروبها ومن آلاء الليل فسبحوا أطراف النهار لعلك تنظى ولا تهدن عينيك إلى ما متعنا به أسواجا من ظهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خيره أبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتين بآية من ربي أولم تأتهم بينكما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فغذت بعآياتك من قبل أن مذل ونقزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرقون ما يأتهم من ذكر من ربهم محفة إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا أل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم قول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أبطاث أحلام بل افتراه بل هو شاعد فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا الجال النوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم دسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنتيناهم ومن نشاء وأهلكنا المصرفين لقد أنسلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت طالمة وأنسأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقضون لا ترقضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى دعناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ونقذ الغيل مما تصفون وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستجدون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفكرون أم اتخذوا آلهة من الأرض لنشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرس عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من ذله آلهة قل هاتوا مرهانكم هاتا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسل من قبلك من رسوله إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسبعون إلا لمن ارتضرهم من خسده مسبقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت ربا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أو تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم نهفدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلف الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فنك يسبحون وما جعلنا لمشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس دارة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنى وإلينا ترجعون وإذا رأى كالذين كفروا إن يتخذونك إلا هو فهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون فلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعدلون ويقولون متى هذا الرعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفشون عن وجونهم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون فلتأتيهم لغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبل كفحا فبالذين سفروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأهم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذك ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دولنا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم لا يسعدون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض نركسها من أقرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالبحث ولا يسمع السم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستم نفحكم من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إلا كنا ظالمين ونضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسهم شيئا وإن كان مثقال حبة من خردن أتينا بها وكفى بنا حاسدين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم لهم منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به علم إذ قال لأبيه وقومهما هذه التماثير التي أنتم لها عكف قالوا وجدنا آباءنا لها عابد قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجهتنا بالحق أم أنتم من اللاعبين قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطررون وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مذبرين فجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشتغن قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم وإما تعبدون من دون الله أفلا تعطلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار أردوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأخصرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي بارقنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وظلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ونوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائد إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وروحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحتمان في الحرد إذ نفست فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وصخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة نبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان إليح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي فارفنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوسون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكسفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تغني فردا وأنت خير الوارث فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاسعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمركم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعجه وإنا لك كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا ختحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حذب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما استهد أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي أنتم توعدون يوم نطم السماء أتقي السدل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزفور من بعد الذكر أن الأرض يرتها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم جهر من القول ويعلم ما تكون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إله قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن سلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرتعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من قراب ثم من لطفة ثم من علقة ثم من مبوة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أدل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زود بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا غيب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فأني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحبيق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعلم الله على حرف فإن أصابه خير لكم أنبه وإن أصابته فتنة لانقلب على ودهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو منذ الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لما يضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا عبر الصالحات جنة تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهب النكئته ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجب له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوب والجبال والشجر والتواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا تتبعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في دونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أردوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حليل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاتو فيه والبادة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحد يأتون برجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منا فعلهم ويذكروا اسم الله في أيام معنومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليأخذوا تفتهم واللوفوا نظورهم واللطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فادتنبوا الرجس من الأوثان وادتنبوا قول الثور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك الله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تغلي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من مهيمة الأنعام فهلهكم هله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله ودلت تنوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبله قولوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدينة وكذب بوسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خابية على عروسها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعدلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعبون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم ذير مبين والذين آمنوا عمل الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معادزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أميته فينسخ الله ما يلغي الشيطان فينسخ الله ما يلغي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلغي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرتوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شخاط بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيرمنوا به فتخفت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم والذين آمنوا وعمل صالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير راسقين ليدخلنهم مدخلا يردونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عقب به ثم بغي عليه لينصر أنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يرد الليل في النهار ويرد النهار في الليل وأن الله سمع مصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخطرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني الحبيد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تدريه البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لغروف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يريدكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلت فقل الله أعلم بما تعمل الله يحكم بينكم جوم القيامة فيما كنتم فيه دفلك ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من قل الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ليكادون يسطون بالذين يتنون عليهم آياتنا قل أفضل بيكم بشر من ذلك من النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثلهم فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا بذتمعوا له وإن يسلقهم الغباب شيئا لا يستنقذه من بعوف الطالب والمقلوب ما قدر الله حق قدره إن الله نقوي عزيز الله يسطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع مصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجعوا الأمور يا أيها الذين آموا تركعوا واستدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم بالدين من حراجه إلا تأبيكم إبراهيم هو سماكم الأسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شغتاء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمدون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغة معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون والذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه مطفة في قرار مكين ثم خلقنا المطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهب به لقدرون فأنشأنا لكم به جنة من نخيل وأعناب لكم فيها فواكل كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبط بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ونقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنسل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحبنا فإذا جاء أمرنا وفاركت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مضرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لنبتلين ثم أنسأنا من بعدهم قربا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناه بالحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم طرابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحو بمبعوث إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحو له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنسأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تطرى كلما جاء أمة الرسول هتذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم حديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمنوا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابد فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسول كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمركم بينهم صبرا كل حذب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مصفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نقلق نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هل لها عاملون حتى إذا أخذنا مطرفهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اللوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرون تهترون أفلم يتقروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم مكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم للحق وأخرهم للحق كاربون ولو اتبع الحق أخواءهم لفسدت السماوات والأرض ومعوا فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا ففراج ربك خير وهو خير الراسقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكسفنا ما بهم من ضر للجوا في تغيانهم نعمهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكادوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنخار أفنا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا بدنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساقير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والسهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعيدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تردت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم مرزق إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فكلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين فسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قومه ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أمنا فاغفوا لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوهم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبعوا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلاك ورب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يسلح الكافرون وقل رب يغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهاتة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أسواجكم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفق عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما كسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لأولئذ سمعتموه ضن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إذكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفراهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه ثم يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا ببار عظيم يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تسع الفاحسة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رغوف رحيم يا إن الذين آمنوا لتتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلوا للفضل منكم والساعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وللصحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرغون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أنسنتهم أيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون يومئذي يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأذكالكم الله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكمون قل للمؤمنين يغطوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكالهم إن الله خفير بما يصنعون وكل المؤمنات يغطبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبذين سينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على بيوبهن ولا يبذين سينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو بالتابعين أو ما ملكت أيمانهن أو بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفن من سينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفوا بالذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا بهم قبلكم موعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض ومثل نوره كمشكات فيها المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب ضري يوقض من شجرة مباركة سيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد سيتها يضيب ولو لم تمسسوا نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويطلب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبع له فيها بالغطو والآصال رجال لا تذهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كصر بمطيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وودد الله عنده فوفاه حسابا والله سنيع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحابا ظلمات بعدها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كلهم قد علم صلاته وتسبحه والله عليم بما يفعلون ولله ألك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الطه يزجر سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فقر الرب فيخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعدرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطله ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخذق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولنا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا تعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرض وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم بعليل أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا تعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقبلوا سمعنا وأطعنا وأولئك أخو المفلحون ومن يطع الله ورسوله يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبيض بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاه المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي اتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسب أن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواه النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبدووا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعدكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذروا كما استأذر الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إلا تيلا يرضون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينا وأن يستعففن خير لهم والله سبيع عليم ليس على الأعمى حرجوا ولا على الأعراج حرجوا ولا على المريض حرجوا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر دامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو تصيبهم فتلة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقد دره تقديرا واتخذوا من ذنه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضررا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخر فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق له لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنة تجري من كحفها الأنهار الأنهار ويجعل لك كسورا بل كذبوا بالساعة وأعتذدى لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه ذلك تبرا لا تدعوا اليوم تبرا واحدا وادعوا تبرا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحسرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما مورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم ذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعطو الظالم على يديه يقول يا ريت اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان قدولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدا كذلك لنثبت به فؤادك وردتناه ترقيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقام نوح لما كذبوا الرسول أغرقناهم وجعلناهم للناس آيات وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعاذا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأنفال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مقر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا فهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لأولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مضى الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم صفاة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح كشرا بين ذي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهرا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأباء أكثر الناس إلا كفورا ولو سئنا لبعتنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به ذهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عد كنفرة وهذا ملح أجاجا وجعل بينهما برسخا وعذرا محجورا وهو الذي خلق من الباء بشرا فاجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا ممشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح في حمده وكفى به بدنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استضى على العرش الرحمن واسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال ومن الرحمن أنا اسجد لما تأمرنا وزاده النفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وطمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار في البطل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض خونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقيما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يسنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهنا إلا من تاب وأبن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغ مروا كرما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا قبلنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما كل ما يعفأ بكم ربي له لا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المدين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستازعون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كانت ترضى المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أبئت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويطيق صدري ولا ينفلق رسالي فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاه أن يقتلون قال كلا فارهب بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولك اثفين من عمورك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خبتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تملها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لفجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي طعبان مبين ونسع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر علم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخاه وضعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال لهم موسى ألقوا ما أنكم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقوا ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وحارون قال آمانكم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم الصحرة فلا سوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلب إنا نطبع أن يغفر لنا ربنا خطيانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن نسل بعفادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشردمة قليلون وإنهم لنا لغائدون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكلوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الزمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهذين فأوحينا إلى موسى أن اذرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأوجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أبرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصلاما فنظل لها عاكفين قال هل يسبعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعبني ويسقين وإذا مردت فهو يسقين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هب لي حكما وألحطني بالصالحين واجعل لي رسال صدق في الآخرين واجعلني من ورطة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع ماد ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم وأذرفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أين باكنكم تعبدون من دون الله أل ينصروا لكم أو ينتصرون فتبكئوا فيها هم الغابون وجلود إبليس أجمعون قالوا وقم فيها يختصبون إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من سافعين ولا صديق حميم فلأؤن لنا ترة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كانت ترضى المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلون إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرغلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لتشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلق المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فاذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هذن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ذيع آية تعبثون وتتخذون مصانع العل لكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعم وبنين وجنة وعيون إني أخذ عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظ إن هذا إلا خلق الأولين وبانحوا بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآيته وما كانت ترهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فاذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فتتركون فيما ها هما آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلع فهضم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المصرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المصحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ويتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية وما كانت وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أقول لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا نوت لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله وأدمعين إلا عدوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كانت فرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين توفوا الفيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالغسطات المستقيم ولا تبخصوا الناس أشياهم ولا تعقوا بالأرض مرسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسافا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم ما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظل إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإنه لتنزل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنظرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زهور الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكته في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يرى العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظر أفبعذاب لا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أقنعنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذي العشيرة فالأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصرت فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو سميع العليم هل أنبئكم على ما هو تنزل الشياطين تنزل على كل أفراق أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء والسلام الرحيم قاسين إذ كآيات القرآن وكتاب مبين هدى وغسرى للمؤمنين الذين يطيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوطنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمقون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخصرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم علم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سأاتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تستلون فلما جاءها نوبي أنبور كمن في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه هو أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جانوا ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تقض إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون قومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة مفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت أملة يا أيها الناس لدخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يصحرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا سديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحبت بما لم تحق به وجهتك من سبع بنبئ يقين إني ودت امرأة تملك أم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون الله الذي يخذ الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العروس العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أدو قوة وأدو بأس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها بالله وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمتونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقضا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت إلى هكذا عرش قالت كأنه هو وأوقن العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهدك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظروا كيف كان عاطبة مكرهم أن ندمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاضية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأوجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحسة وأنتم تبصرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أللوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أهل الله خير أم ما يشركون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح دشرا بين أدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ القلب ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارت علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحتن عليهم ولا تكون في ضيق مما ينكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الضعائد واللوم دبرين وما أنت بهذه العلم عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وطع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تقلبهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحسن من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووطع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن نجعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهر مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه الآخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أكبر كل شيء إنه خفير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسجئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلة الذي حرمها ولهم كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أكلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتد لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين ندل عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستطعك طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استطعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمثن لهم في الأرض ونري فرعون وخامان وجودهم منهم ما كانوا يحذرون لأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحدني إنا راتوه إليك وجاعدوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد من موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فغصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرابع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تطر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما فلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وتخل المتينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ردلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذب موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فرن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغضي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون دبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتبعون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودا قال ما خطبكما قالت أنا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير فسقى لهما كم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداغما تمسي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخفن جوت من القوم الظالمين قالت إحداغما يا أبا استأجره إن خير من استأجرت القبي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشف عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نرى قال لأهلهم كطو إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تسطلون فلما أتاها نوضي بنشاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أرى الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رأاها تهتز فأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تطفنك من الآمنين أسلق يدك في جيبك تخرج بيطاء من غير سوء واغم إليك جناحك من الرهب فذلك فرهانا لمن ربك إلى جرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأخصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يغذبون قال سنشد عذبك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءكم موسى بآياتنا بينك قالوا ما هذا إلا سحر مفطرا وباسمعنا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالغدى من عنده ومن تكون له عاطبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره فأعقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله نوسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره ووجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاطبة الظالمين ودعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأدفعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المكفوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنسأنا قرنا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلعيهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أتي مثل ما أتي موسى أولم يكفروا بما أتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أغدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أطل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ونقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يتون أدرقوا مرتين بما صبعوا ويدرقون بالحزنة السيئة وإما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا لك وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمفتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آبنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قض من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يجعت في أمها رسولا يتل عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحطرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تسعون قال الذين حق عليهم قول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وروا الله لا إله إلا هو له الحمد بالأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سربة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بدياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سربة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليلة والنهار لتسكنوا فيه ولتبدأوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنصر صيبك من الدنيا وأحسنك ما أحسر الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو ست منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ظلوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكوا ثراب الله خير لمن آمن وعبل صالحا ولا يلقىها إلا الصابرون فخسفنا به وبداله الأرض ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يرسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادة والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردتك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصف ذنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هاجك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يطرقوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أدل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغري عن العالمين والذين آمنوا عن الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشعك بما ليسلك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا عن الصالحات لندخلنهم ومن الناس من يقول أمن بالله فإذا أوديك الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفاروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفها إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم ما على الرسول إلا البلاء المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير فقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنكم لمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله وذقائه أولئك يأسوا من رحمة وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجر الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أرثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضه ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فأأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاط ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ونوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما شبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قوه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القرى المفسدين ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالغشرة قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن نتينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسولنا لوطا نسيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منتجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية جزا من السماء ما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدينة خاهم صعيبا فقال يا قوم عبد الله وارجوا اليوم الآخر وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ذالهم جاتم وعادوا وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثال الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوخن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم